اشتركوا في القناة سنقدم لكم أربع طرق هي الأكثر فعالية لينمو شعرك بشكل طبيعي بإذن الله تعالى ابقوا معنا أولاً عصير البصل يعد البصل وبالأخص البصل الأحمر عنصر فعال في نمو الشعر وذلك لأن عصيره يحتوي على الكبريت والذي يعزز من إنتاج الكولاجين وهذه الأنسجة تساعد في زيادة نمو الشعر ما عليك سوى أحضار ثلاث بصلات وعصرهن بشكل جيد ثم تدليك فروة الرأس بعصير البصل الطازج وتركه مدة لا تقل عن 15 دقيقة ومن ثم غسله ثانياً البيط يعد البروتين المكون الأساسي للشعر وبذلك يساعد في نمو الشعر بصورة طبيعية كل ما عليك فعله هو إحضار اثنين من بياض البيض وتدليك فروة الرأس وتركه لمدة ساعة قبل غسله ومن أجل الحصول على المنفعة العظمى اخلط بياض البيض والعسل ثم ضعه على فروة الرأس وتركه بين 15 و20 دقيقة واغسله جيداً بعد ذلك غسل الشعر بخل التفاح يحفز خل التفاح بصيلات الشعر ويساعدها على النمو كما أنه يساعد على تنظيف فروة الرأس ويحافظ على توازن درجة الحموض للشعر وما عليك سوى غسل الشعر بخل التفاح الممتة بالماء منذ القدم استخدمت الحلبة في علاج تساقط الشعر ما عليك سوى نقع بذور الحلبة في الماء لمدة 24 ساعة ومن ثم وضع المنقوع على فروة الرأس وتركه لمدة ثلاث ساعات على الأقل ثم غسل الشعر بالماء الفاتر ويتم تكرار هذه العملية يومياً لمدة شهر ترجمة نانسي قنقر